بص الحقيقة قطع الغضروف علشان يحصل إحنا ليه يمكن سببين هما أشهر أسباب أول حاجة إن القطع ده يكون نتيجة إصابة يعني المريض ده تعرض لإصابة بتكون على شكل إن الرجبة لفت لفة غلط والمريض بيحس بطقة فبعد الطقة دي بيحصل القطع اللي في الغضروف ده أحد أشهر الأسباب ولكن فيه سبب تاني بيحصل كتير قوي بدون أي إصابات فيه مرضة كتير قوي بيتفاجئوا إن عندهم قطع في الغضروف مع إنه ولا وقع ولا رجل ولفت ولا حصل حاجة وده بيكون بسبب القطع اللي بيحصل نتيجة تآكل الغضروف تآكل الغضروف دي عملية طبيعية جدا وبتحصل لكل الناس مع تقدم العمر بس فيه مرحلة كده ممكن الغضروف ده يكون متآكل بزيادة شوية فمع التحميل الزيادة والمجهود الزيادة المستمر بيخلي الغضروف المتآكل أو بمعنى أصح بقى اللي بيبقى ضعيف أو فريبل كده بيبقى يعني قابل للتلف زيادة إنه ممكن حتة منه تتقطع بدون ما المريض يتعرض لإصابة فين الحتة دي يعني فيه مثلا مناطق تمركز أو مناطق أضعف من مناطق أخرى دكتور بشوي بالضبط هو إحنا عندنا كذا شكل موضوعات الغضروف يعني الغضروف ممكن تقطع في كذا مكان زي مثلا السورة دي دي بتبين لنا أشهر الأماكن اللي ممكن الغضروف يتقطع فيها زي مثلا القطع ده ممكن يكون بالعرض وممكن يكون قطع طولي في الغضروف ممكن يكون القطع ده وصل لسطح المفصل ممكن يكون القطع ده وصل لحد الكابسولة دي أشكال كتير قوي القطع وكل واحد بيختلف شوية في أعراضه وبيختلف كمان هنعالجه إزاي لأن الموضوع يعني أشهر أما كان بيتقطع في الغضروف هو يمكن السطح اللي هو مش ملامس للكابسولة بتاعت المفصل لا هو السطح الثاني اللي هو ناحية الداخل اللي هو ناحية جوه المفصل لأن ده بيبقى أرفع حتة في الغضروف وأضعف حتة يمكن فيه اللي بتتعارض فعلا هي تقطع بستيري أو من وراء ممكن تكون من الخلف أو خلفية اللي هي بيزا بتبقى خلفية وداخلية دي أكتر حتة بتبقى ضعيفة شوية في الغضروف عشان رفايا حبيك بتقول بتكون برضه لأن هو الغضروف بيبقى عامل زي التريانجل أو المثلث تخين قوي في الجزئية اللي عند الكابسولة من بره وبعد كده بيبدأ يرفع 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 لحد ما يخش الجوه علشان يبقى عامل شكل الهلالي ده فأكتر حتة عرضة اللي هي الحتة الداخلية اللي في الغضروف اللي هو نقول مثلا وسط الكورة نقولنا كورة كده أو دايرة هنقول وسطها دي أكتر حتة بتكون السماكة بتاعتها ضعيفة وكمان بيحصل على استهلاك أو بشكل كبير بالضبط ممكن يتقطع بقى في المكان ده بأي شكل من الأشكال اللي احنا شايفينها دي قطع طولي أو عرضي أو قطع كامل والحتة يعني ممكن يتقطع ويفضل عين في الربة يعني بيبقى سايب خالص داخل كابسولة مفصل الربة ده حقيقي فبالتالي أعرضه بتختلف عن القطع السابق